اشتركوا في القناة وإنما هي أرقام تكشف ابتعاد مفهوم السلام عن عاصمة السلام يحل اليوم الدولي للسلام والعراق يحصد أعلى نسبة تاريخية بالجرائم الجنائية لعام 2022 بتقارير أكدتها وزارة الداخلية العراقية لإحصاء نحو 5300 جريمة قتل بنسبة سنوية تجاوزت 11% لكل 100 ألف نسمة يحل اليوم الدولي للسلام والعراق يسجل المرتبة السابعة عشرة وفق مؤشر السلام العالمي لعام 2023 والذي يقيس المؤشر بها مستوى السلام عبر الأمن وسلامة المجتمعية ودرجة العسكرة ومدى الصراع المحلي والدولي الجاري منظمات دولية كشفت عن وجود نسب مرتفعة بعمالة الأطفال شملت في دراسة للعام 2022 ل411 أسرة إلى جانب 265 طفلة تبين أن 90% من الأسر التي شملتها الدراسة لديها طفل أو أكثر يعمل تحت السن القانونية 85% منهم لا يشعرون بأمان في العمل لدواع بينها سوء المعاملة أو نقص معدات الوقاية حالات الانتحار حدث ولا حرج حيث بلغت في 2022 لحو 1073 حالة أسباب أثقلت حمل الحكومات والمجتمع العراقي فلن يكون للسلام حضور على الأرض العراقية إلا بزوال تلك الأسباب والمشكلات ترجمة نانسي قنقر